السلام عليكم سابع كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير وإحنا رجعنا لكم من جديد وإن شاء الله أنه يكون الفصل خير علينا وعليكم يا رب طبعاً إحنا رح نبلش في مراجعات تمام خلال هذا الأسبوع ورح نراجع كم من شغل أخذناها في الفصل الأول رح نبلش اليوم يا سابع في مراجعة درس القوة أخذنا في الفصل الأول أن القوة تعريف القوة هي المؤثر الخارجي الذي يؤثر في جسم ما فيغير من حالته الحركية أو شكله أو الاثنين معاً إذن القوة هي مؤثر خارجي بيأثر لي في جسم فلما تأثر في جسم رح تغير إما من حالته الحركية رح تغير من حالته الحركية أو من شكل الجسم أو الاثنين معاً وأيضاً حكينا عفواً أن القوة هي كمية متجهة إيش يعني كمية متجهة؟ يعني تحدد بمقدار واتجاه تحدد بمقدار واتجاه مقدار يعني رقم مقدار يعني رقم واتجاه يعني اتجاه لمن؟ مثلا شرق غرب يمين يسار أعلى أسفل يعني هيك يعني اتجاه طبعا وحدة القوة تقاس بالنيوتن ورمزها أن حرف الأن رمزها حرف الأن إذن ما هي وحدة القوة؟ وحدة القوة نيوتن وحدة القوة نيوتن لنسموها نيوتن؟ نسبة إلى العالم النيوتن اللي اكتشف وجود القوة طيب هلأ إحنا الجسم ممكن يؤثر عليه قوة واحدة صح؟ ولكن في أجسام بتؤثر عليها أكثر من قوة لما يكون الجسم يؤثر عليه أكثر من قوة رحصين عندي إشي اسم القوة المحصلة تمام؟ إذن القوة المحصلة لما يكون أنا فيه عندي جسم تؤثر عليه أكثر من قوة فإش يعني قوة محصلة؟ هي مجموعة من القوة التي تؤثر في جسم ما في وقت واحد كمان مرة القوة المحصلة هي مجموعة من القوة القوة المحصلة هي مجموعة من القوة التي تؤثر في جسم ما في وقت واحد مثلا خلينا نأخذ هذا المثال عندي هنا جسم ماشي صندوق موضوع على سطح الأرض بتؤثر في قوتان القوة الأولى شايفينها نحو اليمين 5 نيوتن والقوة الثانية نحو اليسار 3 نيوتن طبعاً هنا عندي أكثر من قوة تؤثر في الجسم معناته هنا في عندي قوة محصلة فكيف ممكن أحسب هنا القوة المحصلة؟ هنا مثلاً مثال احسب القوة المحصلة طيب رح نحكي شغلة لحساب القوة المحصلة بطلع على القوة التي تؤثر في الجسم إذا كانت هذه القوة باتجاهات متعاكسة فالقوة المحصلة هي عبارة عن طرحهم أما إذا كانت القوة بنفس الاتجاه فالقوة المحصلة هي عبارة عن حاصل جمحهم يعني هذا المثال بطلع عندي 5 نيوتن نحو اليمين و3 نيوتن نحو اليسار إذن شو رح تكون عندي القوة رح تكون القوة عندي المحصلة هي عبارة عن حاصل طرحهم فالقوة المحصلة تساوي طبعا بطرح الكبير ناقص لصغير بحكي 5 ناقص 3 وتساوي 2 نيوتن طب احنا حكينا القوة كمية متجهة إحنا تحددتها في مقدار طب لو رح يكون اتجاه أحكي اتجاهها لليمين ولا اليسار حسب مين القوة الأكبر؟ مين الأكبر؟ الخمسة ولا الثلاث؟ خمسة أكبر إذن معناة القوة المحصلة رح يكون مع اتجاه مين؟ القوة الأكبر يعني نحو اليمين إذن اتجاهها نحو اليمين تمام يا سابق طب نجعل المثال الثاني هون احسب القوة المحصلة هون عندي قوة تؤثر بالجسم 7 نيوتن نحو اليمين وقوة ثانية أيضا 10 نيوتن هل القوة بنفس الاتجاه؟ معناة القوة المحصلة هي عبارة عن حاصل جمعهم إذن القوة المحصلة تساوي حاصل جمعهم لأنهم بنفس الاتجاه أما لما كانوا باتجاهات مختلفة أو باتجاه متعاكسة القوة المحصلة هي حاصل طرحهم فهون شو نعمل؟ نعمل جمع نحكي 10 زائد 7 وتساوي 17 نيوتن طبعاً لو رح يكون الاتجاه نحو اليمين لأن قوتين نحو اليمين إذن نحو اليمين ولهون يا سابع بنكون أنهينا مراجعة درس القوة ويعطيكم ألف عافية